يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصوم لكن سأله بعض الناس أحيانا أنت صائم ولا يريد أن يظهر عمله فماذا يفعل يعني ممكن الإنسان يعني أيضا لا يوسوس لو قالوا له مثلا تريد طعام فقال لا لا أريد ثم قالوا ليش أنت صائم فلا يجوز أن يكذب يقول لا لست صائم يقول والله الحمد لله أنا صائم لكن لا يقول لهم ابتداء يا ناس ترى أنا صائم هذا مثل الرجل الذي كان يصلي وهو رجل مرائي فكان يصلي في مسجد فأقبل رجلان وجلسا يتحدثان يعني قريبا منه فقال أحدهما للآخر ما أحسن صلاة هذا أعجبوا بصلاته ويعني اطمئنانه في ركوعه وسجوده فقال أحدهما للآخر ما أحسن صلاة هذا فهم شدة الفرح لما أثنوا على صلاته قطع صلاته والتفت إليهم وقال لا ترى أنا صائم بعد فهذا يدل على أن بعض الناس يعني يعني مغرم بالرياء في أعماله لكن لا ينبغي أن تصل إلى مرحلة الوسوسة لا بل استعم بالله تعالى وإن شاء الله تعالى